بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ابناء الطلبة هنتكلم على part 14 من chapter 4 اللي هو mechanical properties of soil اللي خاص بالsoil civilization course النهاردة هنتكلم عن consolidation test او تجربة التصلب طبعا انت خدت تجربة التصلب في soil mechanics course ده الودوميتر او الجهاز بتاعنا ده نظام الرفع اللي بتعدي الاحمال يعني بيجي للحملة هنا على الخلية بتاعتي اللي بيبقى فيها السويل وبحط فيها المية وابتدي احط الديل جيج هنا عشان اقيس الهبوط بتاعي يعني لو تبص كده دي الخلية بتاعتي عبارة عن ايه طبعا تبقى الخلية ديت من النحاس بيبقى جواها ممكن احط confining ring confining ring ده بيبقى عبارة عن حلقة بالشكل كده مفتوحة من ناحيتين بحط فيها مين السويل بيبقى غالبا ارتفاحها اتنين سانتي والقطر بتاعها يا خمسة سانتي يا سبعة ونص سانتي حسب التجربة اللي انت هتعملها وابتدي احط العينة ادي السامبل بتاعتي في ring الring دوت وابتدي احط تحته بورس ستون وفوق مين بورس ستون ليه بحط بورس فوق وبورس تحت لو تفتكر عشان اشوف المية لما انا حطها هنا هوت ايه اللي هيحصل المية وابتدي اضغطها على التربة اللي هيحصل المية عايزة تخرج برا التربة فلما حط بورس هنا وبورس هنا ممكن تخرج كده وتخرج كده فدي بيسموها ايه او احنا سميناها قبل كده يعني ادي في الحالة دي بتساوي مين اتش على اتنين او سمك العينة على مين على اتنين بعد ما بحط البورس بحط مين التوب كابل لقدامك ده عشان اقدر احمل ما انا مش قادر احمل في نقطة فبحط الكابل لفوق دوت عشان يوزع لي الحملة على مين على البورس ومنه على مين على السويل وابتدي احط مين مية املاها كلها بالمية عشان لما نقول ان احنا بنعمل consolidation ده خروج مية يبقى انا الطربة بتاعتي بقت كلها saturated فيبقى الشغل كله مزبوط مفيش هوا خارج عندي طيب اعمل ايه باجي في الفرست دي او في اليوم الاول من التجربة ما بحطش اي احمال يعني السيد ما بتاعتي بكم بصفر بس كل اللي انا بعمله ان انا بحط مين مية عمالة من المية كلما المية تروح هبتدي يازم المية تبقى كاملة عشان تبقى saturated soil وابتدي اعمل ايه مع التايم ابتدي اقرأ settlement dial gauge او اراية مين dial gauge بتاعتي dial gauge ابتدي اخد الاراية دي لمدة كام 24 ساعة واحد هيسألني يقول لي الله طب انا ما حطشش اي احمال ازاي تقول لي ان التربة هتهبط لا هو اليوم الاول ده بيبقى تشكلية هل التربة بتاعتي دي تربة زي الطبيعة خاصة يعني ممكن تكون تربة swelling soil swelling soil يعني تربة انتفاشية اول ما حط عليها المية تبتدي تنتفش فيحصل لها مش يحصل لها بقى هبوط لا ده يحصل لها ان الحجم بتاعها يزيد او فيه تربة تانية اللي اسمها الايه collapsible soil او التربة الانهيرية اول ما حط المية تبتدي تنهار فيحصل لها يعني غير ما حط اي احمال عمالة تنهار والهبوط عمال يحصل فده اليوم الاول تشكلية على التربة تاني يوم تعمل ايه هتحط بقى sigma او تحط الاحمال قلنا عن طريق مين الدراع او الرفع بتاعتي اقدر احط اللود ومن اللود دوت احضر احسب مين السيجما اللي هي بتساوي البي على مين على الارية سيجما واحد وابتدي احط اخد الارايات بتاعتي الاراية تايم مع مين مع الضايل جيج لمدة كام اربعة وعشرين ساعة خلي بالك ان الاراية الاخرانية بتاعت اليوم الاول هي الاراية الاولانية بتاعت اليوم التاني وهكذا اعمل الكلام ده لمدة قد ايه لمدة اسبوع كامل عما زود الاحمال الاحمال غالبا او الاسترسس بيتضعف يعني انا نبدأ مثلا نص واحد اتنين اربعة تمانية ستاشر انسون وبعد كده لمدة اسبوع في بعض الحالات في اليوم التالت او الرابع اللي بيحصل ان انا مهما زود اللود الاراية بتاعت الستل منت بتاعتي سبتة ما بتحصل لاش اي تغيير اقول له خلاص الكونسوريشن بتاعي خلص فانا هوقف التجربة عند المرحلة ديت طيب جينا اخر يوم عندي بقى في التجربة خالص ابتدي اشيل الاحمال فتبقى الاسترسس عندي بكام بتساوي سفر خلاص جبت الاسترسس بسفر ونفس الكلام اخد الارايات بتاعتي الطايم مع مين مع الديل جيج في اليوم الاخير اطلع العينة واحسب لها الووتر كونتنت بتاعها يبقى انا عارف تحسب الووتر كونتنت بتاع الصويل وكمان حسبتي مين الجي اس او اعرف اعمل التجربة بتاعت الووتر كونتنت والجي اس واقول له ان الاس في الاي بتساوي الجي اس في الووتر كونتنت خلاص عندي الاس بواحد وعندي الجي اس والووتر كونتنت يبقى دراجيب الاي فاينال بتاعتي او الاي في نهاية مين في نهاية الاي التجربة وبتجي زي ما تعلمت في السويل ميكانيكس أعمل الجدول بتاعي وطلع علاقة ما بين السجما وما بين الإي مع ملاحظة أن أنا ببقى عارف الـ H و الـ H final عشان أقدر أطلع الإيهات عند كل سجما بالشكل ده طبعا الجدول دوت لو تذكر كان بيجب لي علاقات مهمة جدا أو سوابت بتهمني في حساب الهبوط للسويل زي الـ Compression Index اللي هو CC والـ Coefficient of Volume Change اللي هو الـ MV وممكن أجيب كمان اللي هو أقصى إيجاد تعرضت لها التربة على مدار تاريخها وممكن أطلع كل ده احنا تعلمنا في السويل ميكانيكس وممكن أطلع الـ C V والـ Coefficient of Consolidation والـ Coefficient of Consolidation هو ده اللي احنا هيهمنا فيه القرص معنا وهنحسبه بطريقتين طريقة الـ Log Time والجزر الـ Time ولكن فيه الـ Part القادم إن شاء الله شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته